السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأس العالم في الجزائر حقيقة تلميح الفيفا للجزائر بخصوص منديال قطر 2022 تعالوا نشوف شو سبب هذا المجسم اللي موجود في الصحراء الجزائرية أتمنى من أخوانا أخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة شكرا لدعمكم لياك كما ترون هذا هو المجسم طبعا هو مزبوط فعلا المجسم موجود في الصحراء الجزائرية هذا حقيقة ولكن ليس تلميح مجسم كأس العالم في الصحراء الجزائرية قطر مؤخرا قامت بعامل ترويد للمنديال هنا في الجزائر قصد استقطاب الجماهير الجزائرية للمنديال استقطاب فقط وأيضا وقصدت الصحراء الجزائرية أن صورت مقطع عالمي في صحراءنا هذا ما قصدته بعض المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي صرحوا أن هذا تلميح من الفيفا أن الجزائر في قطر وهذا غير صحيح هذا فقط استقطاب وطبعا هذا امدال يدل على أن الجزائر كبيرة جدا وهي من المتخبات الكبيرة أنهم يأتوا بكأس العالم إلى صحراء الجزائر هذا امدال لا تدل أنه صحراء كبيرة جدا وهي تعد من الناس الكبيرة جدا المتخبات الكبيرة المعروفة أنه يأتي الكأس إلى الصحراء كما قلت لكم هذا ترويج واستقطاب فقط الجماهير ترجمة نانسي قنقر